أصدر القضاء العسكري اليوم حكما بالسجن شهرين مع إيقاف التنفيذ على فرقة مسرحية كاملة تم اتهامها بالإساءة للجيش وتعود وقائع القصة إلى مطلع مارس الماضي حين تم إلقاء القبض على الفريق المسرحي المكون من ستة أشخاص أبرزهم الفنان أحمد القارحي وذلك بعد عرض مسرحية في نادي الصيد تحمل اسم سليمان خاطر وهو مجند قتل سبعة إسرائيليين في شبه جزيرة سيداء عام 1985 وقد شهدت هذه القصة تضامنا من العديد من الفنانين والمسرحيين الذين اعتبروا ما حدث اعتداء على حرية الإبداع اشتركوا في القناة